أدان المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين ما أقدم عليه مجلس وإدارة اللجنة الأولمبية بمخالفة الدستور المصري والأكواد الإعلامية من مصادرة حق المعرفة وتدول المعلومة وذلك بعد شط باسم الزميل بليغ أبو عيد النقض الرياضي من مجموعة العمل عبر تطبيق واتساب أو المعروفة بالجروب الرسمي للجنة الأولمبية بعد تصحيح الزميل معلومة نشرتها اللجنة عن رياضة الفروسية وعربت رابطة النقاد الرياضيين في بيانها عن استيائها وأسفها من تصرف اللجنة الأولمبية ضد أحد أفراد أسرة النقض الرياضي ومنعه من ممارسة مهام عمله الصحفي معلنة التضامن الكامل مع الصحفي بليغ أبو عيد ضد ما أقدم عليه المسؤولون في اللجنة الأولمبية المصرية بمنعه من ممارسة عمله الصحفي